السلام عليكم لبنات كديري السلام عليكم سأشارك معكم بيزا طريقتي بيزا 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 الزلافة عمراء حين الحديث آل ومسا به حتى ملحة ضوء احضر finalement خميرة المعجونة الخميرة يقوم بحضورة من الهاتف أخرج فه الداخل المصورة فنزل ثم سعيدة 3 معلقة زجون 7 معلقة صغيرة و الجزة و خلصة خلصة فمن المدافئ اشترك بالمدافئ نتجد عجينة للمعجينة و تجد خفيفة و تجد زوينة نضيفها نزيدها بشكل كبير نزيدها بشكل كبير سوف نقوم بتحضير حلقة و لكن تكون خفيفة و مطلقة حتى أطلقها لأنها تجد البيتزة ناشحة و نوجد جميعها و إضافة سوف نغطيها و نجدها تخمر وتأخذها في الخميرة عندما تخمرنا العجينة توجد البيتزة هنا عندي بسلة صغيرة نصف الفلفل و خضر بالتباع بالكامون وكامون الفجل نضيف ملحة الملحة بالكامون ملحة الملحة اضيف ملحة لكي اضيف ملحة الزقر لنقوم ببعض الميل الزنقة زيت المقلة زيت المقلة زيت المقلة زيت المقلة نقطع الزيت المقلة نقف قد قليل تجد المقلة خفطة العطرية زيت المقلة خرقم البلدي نضيف الكفتة لن نتفكر سببها لن نتفكر لن نتفكر اللعنة لن نتفكر خمارات لا تزيل كما قلت لكم انا سوف نضيف جوج ديال البيتزات بحلقة نضيف الفورس يعني الدقيق البيض ونقضها كويرات بحلقة تقدروا حتى تديروا حتى هذه العجينة تديروا من تحت ثلاثة ديال البيتزات صغار يتحق هذه البيتزة أجل الشهاد نقرس البيتزا بحلقة سبعانة ونجعل البيتزا بحلقة سبعانة ونجعل البيتزا بحل المطاعم ولكن في الماضاق وفي الماضاق وفي الهشاشة وفي الرطوبية سوف تكون حسن من المطاعم ونجعل المطاعم نقرس البيتزا بحلقة سبعانة ونجعل المطاعم ونضع المطاعم ونضع الرطوبية ونضع المطاعم هذا الكفته لقد أتفكره هنا هذا الكفته كفته كما ننسى زعتر اقضيت زعتر الثانية إضافة زعتر و أضمت على مدع الزعتر تأتي بذيك اضع الفلفل لألوان اضعتها بحلقة شرائط و حلقة طويلة و اضعتها بجلد في البيتزا و اضعتها للمنا يضر و ماذا قزوين اضعت شوية تحميره و اضعت تحميره و اضعت تحميره و اضعتها بجلد و اضعتها بجلد و اضعتها بجلد قمت بسهولة اضعتها بجلد بالنسبة للفرماج اضعتها ماركة مرحة نحن نضيف نضيفه نضيفه ملتبه و اضعتها لذلك اضافة البيتزا و نضيف الزعصر ثلاثة نضيف الزعصر و نضيف الزعصر كيف يجب ان تكون مرحلة يجب ان تكون مرحلة تجري في النار تجري في النار هذا هو اللون الاصلة إلي قلم الكميرا اضيف بالتزكال دهبه يأتي الزاكة الفوك تضيف باللون وحمره والعمل ومن فوق وكاتجي غزال وولديدة مميما البنات اجربوها لوليداتكم بهالطريقة ومشاعل الله هترجعوه هتكسبو ليه في كومنتر وغا تقول ليه في الحقيقة جات اكتر من رائعة ومميما طريقتين لبنات راني شاركتها معكم وخاركين بزاف اللي يني كل شي كيسايب البيتزا كله طريقة ديالها وانا اليوم اشاركت معكم طريق تشاهيوا البيتزا لي كتجي اكتر من رائعة وان شاء الله شينهار غدي نشارك معكم البيتزا ديال الحوت ديال الكروفيت وتهية كتجي زوينة كتجي فن فن فنة كتحمق انتم ما شوفوا البنات را كيدروا ليكم اللايك يعني زعران بزاجة زوينة وميما خواتتي جربوها بها الطريقة هذي اردع لي الخبار واللي كتتوحم تسمح لينا ما تنسونيش خواتتي من اللايك ومن البارتاج للقناة ومن تعليق ديالكم زوينة اللي كتهمني بثاف واجربوها لبناتها الطريقة ديالبيتزا وردع لي الخبار وخصوصا خصوصا المبتدئات روخاتكوني عمرك ما صيبتي البيتزا يلا درسي هالطريقة هذي كوني اكيدة غتنجح معاك مية في المياه وغلجي زوينة وكتر